زمان كان بيقولك ان حرس المرمى هو نص الفريق بس اللي عمله مارتنيز النهاردة للارجنتين كان بمثابة الكل في الكل مارتنيز النهاردة قدر بتصدي عظيم في الديئة 120 من مواني انه يعيد الحياة من جديد لمنتخب الارجنتين وقدر ان هو يرقص رأسة التانجو في ملعب لوسيل مارتنيز النهاردة كان دوره كبير اوي في رقلات الجزاء زي ما كان دوره كبير اوي في رقلات الجزاء امام هولندا تعالى نشوف التفاصيل الصغيرة للعب عليها مارتنيز واللي قدت لنجاح الارجنتين في التفوق في رقلات الترجيح امام هولندا وامام فرنسا مبدئيا مارتنيز بيشتغل شغل نفسي عنيف جدا على الخصم هنا في لقطة راكلة الجزاء بتاعت بيرجاوس في رقلات الترجيح امام هولندا مارتنيز كان متقدم من جونه وبعد الكورة عن نقطة الجزاء عشان يأخر زمن اللعب ويخلي الحكم ييجي يوجهه ويتكلم معاه هدف مارتنيز انه يأخر زمن لعب الرقلة وده يعمل تداخل لأفكار اللعب هنا قبل ما يسدد أفكار كتير تجيله ويحصل حاجة اسمها لزحام الفكري ومارتنيز يستغل ده ويشتغل على العمل النفسي ده ويختار الزاوية المحببة دايما للعب هو بيعمله تداخل أفكار فاللعب لما تفكيره يتشل يسدد في الزاوية المحببة بالنسبة له وهنا مارتنيز يتحرك في الزاوية اللي حافظها من اللعب انه هو هيشوت فيها وهو ده نفس اللي حصل النهاردة في رقلة الترجيح بتاعت كومان بص هنا مارتنيز طالع عند نقطة الجزاء عشان الحكم يوجهه ويرجعه تاني وكومان يتأخر في زمن لعب الرقلة فيحصل زحام فكري بالنسبة لكومان يختار الزاوية المحببة بالنسبة له بص مارتنيز اختار الزاوية امتى؟ قبل ما كومان يدخل يسدد بحوالي ثانيتين وده خلى مارتنيز يختار الزاوية دي عن طريق انه هو اثر على العامل النفسي بالنسبة لكومان بص هنا خد الباور ستيب دايف اللي هي قوة الدفع نفسها ناحية الزاوية المحببة لكومان قبل ما كومان يسدد بفترة وبالتالي هنا مارتنيز يشتغل على العامل النفسي ويدر انه هو يتصدى للرقلة دي النقطة التانية اللي بيشتغل فيها على العامل النفسي انه يقعد يتنطط يمين وشمال زي ما انت شايف كده بيقعد يجنن اللعب وبالتالي اللعب هنا لما يحصل له زحام فكري مع اللقطة اللي بيعملها مارتنيز اللي قدامك دي يختار انه هو يشتغل في الزاوية المحببة بالنسبة له ومايفكرش اكتر من كده وهنا تيجي فكرة التوقع المدروس اللي بيبقى دارسها مارتنيز للعب قبل ما راكلات الجزاء تبدأ بص الرقلة بتاعة التشواميني كده هنا مفيش كرة ظاهرة صح هو مارتنيز عمل ايه مارتنيز قبل ما تشواميني ييجي امشايت الكورة بعيد خالص عن مكانها وبالتالي هنا يأخر الزمن بتاع لعب الرقلة نفسها عندك هنا الدايرة الحمرة هي الكورة ادي تشواميني رايح يجيبها بعد ما تشاطت الحكم رايح يعنف مارتنيز على اللي عمله ده وكل ده زمن متأخر كل ده انت بتوتر اللعب اللي داخل يشوته وبتعمله الزحام فكري في دماغه بص هنا مارتنيز عمل نفسه من بينها انه هو راجع جونه وفي نفس الوقت متفاجئ يعني قال ايه من قرار الحكم وكلامه معاه بص هنا تشواميني في النهاية ايه اللي حصل الكورة خرجت بره انا طلعتك بره الماتش وطلعتك بره رقلات الترجيح اصلا خلتي يبقى عندك زحام فكري وزودت ليفل التوتر عندك مارتنيز ممكن ما يكونش حارس فز فنيا ولكن على المستوى النفسي والمستوى الزهني هو يتفوق على اي لعب موجود في الملعب يقدر يخرجك بره اللعب خالص ويقدر يتفوق عليك في النحية دي عشان كده مارتنيز جزء كبير جدا من اللقب الغالي ده للارجنتين كاس العالم جيه برضو بسبب تفاصيل صغيرة لعب عليها ايمليانو مارتنيز اشتركوا في القناة